موسيقى في اتصال الانهاتفي مع الرئيس الروحانيا الرئيس الاسد يعز ايران حكومة وشعبا بشهداء العمليات الارهابية الاخيرة وحدات الجيش تسيطر على كامل المنطقة الممتدة من المحطة الحرارية الى تل دكوة في ريف دمشق الشرقي موسيقى وتأجيل اجتماع استنى المقبل بشأن سوريا الى العشرين من الشهر الجاري بشكل مبدئي موسيقى أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم الى هذه الساعة الاخبارية نقدمها لكم من دمشق الرئيس بشار الاسد يعز في اتصال هاتفي مع الرئيس حسن روحاني ايران حكومة وشعبا بشهداء العمليات الارهابية الاخيرة ويؤكد ادانة سوريا لهذه الهجمات الارهابية المجرمة ووقفها وتضامنها مع ايران وأكد الرئيس الاسد في اتصاله الهاتفي مع الرئيس الروحاني وقف سوريا الى جانب ايران صفا واحدا في محاربة الارهاب والتضامن المطلق والثابت مع الجمهورية الاسلامية شعبا وحكومة مشيرا الى ان الوجوء الارهابيين واسيادهم الى هذه الاساليب الدنيئة نابع من فشلهم من النيل من ايران وشعبها بأي طريقة كانت فلجأوا الى اداتهم التي اوجدوها لمحاولة فرض تغييرات سياسية تخدموا مصالحهم مؤكدا على ان النصر سيكون حليفة سوريا وايران في محاربة هذا الارهاب الشرس علن مصدر عسكري فرض السيطرة الكاملة على كامل المنطقة الممتدة من المحطة الحرارية الى تل دكوة بريف دمشق الشرقي وذلك بعد عمليات مكثفة نفذتها وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة ضد مواقع التنظيمات الارهابية سقط خلالها العديد من الارهابيين بين قتيل ومصاب يتقدم الجيش العربي السوري في المنطقة المحاذية للاتجاه الجنوبي الشرقي لضمير في العمق الممتد مع البادية تقدم جاء اثر تكتيكات سريعة وحاسمة نفذت بعد جهوزية كاملة ودراسة عميقة لمختلف السيناريوهات حولت الارض التي حاول الارهابيون الاستفادة منها الى مقابر لهم في ظل الانتصارات الساحقة والمتلاحقة للجيش العربي السوري على امتداد ساحات الوطن تم اليوم السيطرة على تل دكوي بالامس تم السيطرة على تل العبد جنوب شرق اضمير وفي اليوم تم السيطرة على تل دكوي بالاضافة الى التلالة المحيطة به وغدا سيتم السيطرة على كل شبر من اراضي الجمهورية العربية السورية دنسا الارهابيين والارهاب سيطرة الجيش على تل العبد شمال تل دكوي وعلى رجم الابل ورسم صبحة الى الغرب منه امنى تنفيذ الالتفاف الناجح على التل وسهل عملية السيطرة عليه في الوقت المخطط له تل دكوي يعتبر من المناطق الهامة حيث يبلغ ارتفاع تل دكوي 948 متر فهو يؤمن سيطرة عالية واشراف ومراقبة بشكل قوي على كافة المناطق المحيطة به تنفيذ المناورة بالنيران والحركة واستخدام الارض افضل استخدام مكن عناصر المشات والدبابات المختحمة من التغلغل السريع في عمق دفاعات الارهابيين مع الاستفادة من نيران الاسناد المدفعي على ضوء اختيار افضل المواقع لعزل العدو بالنيران والكماية الجانبية للمشات اثناء الطمشيط وفي الميدان ايضا سلاح الجو يوجه ضربات مركزة على مقرات وتحركات تنظيم داعش الارهابي بريفي حمص وحماش شرقيين وريفي الرقة الغربي وريفي حلب الشرقي واحدات الجيش تحبط هجوما لارهابي داعش في محيط البانوراما بدير الزور طلعات جوية نفذها سلاح الجو في الجيش العربي السوري تركزت على مقرات واوكار تنظيم داعش الارهابي ومحاور تحركه في قرى دير مليحان ودبس عفنان والقادسية في اقصى الاطراف الغربية لمحافظة الرقة الطلعات اسفرت عن ايقاع عشرات القتلى والمصابين بين ارهابي داعش وتدمير العديد من الياتهم وعرباتهم المدرعة سلاح الجو في الجيش العربي السوري استهدف بشكل مركز مقرات وتحركات تنظيم داعش الارهابي في تليلية وجنوبها بئر السبع بريف حمص الشرقي اسفرت عن مقتل المئات من ارهابييها وتدمير عشرات العربات المدرعة والاليات المختلفة كما شملت الغارات شرق اثريا شمال ابو جبيلات عقيربات هرملة تبارة المريعية بريف حمص شرقي كما اسقطت وحدات الجيش طائرة استطلاع لارهابيي داعش على موازات خط البترول جنوب شرق بلدة عقارب بريف سلمية الشرقي وفي دير الزور احبطت وحدات من الجيش العربي السوري هجمات ارهابية لتنظيم داعش على النقط العسكرية في المحور الجنوبي لمدينة دير الزور واوقعت في صفوفه خسائر كبيرة بالافراد والعتاد كشف الكاتب البريطاني جوليان بورغر ان عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء الغارات التي يشنه ما يسمى التحالف الدولي في سوريا والعراق بزعم مكافحة تنظيم داعش الارهابي ارتفع منذ وصول الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى السلطة بورغر اوضح في تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اوضح ان الولايات المتحدة اعلنت خلال الاشهر الثلاثة الاولى من تسلم ترامب للرئاسة الامريكية عن 60% من عدد الضحايا المدنيين لغارات تحالف واشنطن واعترفت بمقتل 484 مدنيا رغم ان تقارير كثيرة اكدت ان هذه الاحصائيات اقل بكثير من العدد الحقيقي لضحايا الغارات الاجنبية اكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ان نظام وقف العمليات القتالية صامد في جميع مناطق تخفيف التوتر بسوريا رغم وجود بعض الخروقات التي يتم رصدها وعبر شويغو خلال لقاء مع المبعوث الاممي لسوريا ستفان ديمستورا في موسكو عبر عن شكره للمبعوث الاممي على استجابته للدعوة الروسية لاجراء مشاورات اضافية حول الوضع في سوريا لافتا الى ان دعم ديمستورا لعملية استنى ولا سيما عندما تم تبني المذكرة الخاصة بمناطق تخفيف التوتر في سوريا جاء بنتائج مهمة بدوره اشار ديمستورا الى وجود فرصة جيدة لتحقيق نتائج ملموسة في المحادثات السورية في الفترة الراهنة مضيفا ان تحقيق تقدم في تنفيذ القرارات المتخذة في سياق عملية استنى سيزيد من فرص نجاح عملية جنى استنى الخامس يؤجل بسبب تعنت النظام التركي ومحاولاته الحثيثة للعرقلة ونائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوغدانوف يعلن ان العشرين من الشهر الجاري هو الموعد الاولي يحيى كوسا والتفاصيل اتصالات مكثفة بين الدول الضامنة الثلاث لاتفاق مناطق تخفيف التوتر روسيا وايران وتركيا والدولة المضيفة كزاخستان سبقت اعلان نائب وزير الخارجية ميخايل بوغدانوف تحديد العشرين من حزيران الجاري موعدا مبدئيا بدلا من الثاني عشر منه لاجتماع استنى الخامس حول سوريا اعلان تزامن مع وصول الرئيس فلاديمير بوتين الى العاصمة الكزاخستانية استنى لحضور قمة منظمة شانجهاي للتعاون والتي تناقش قضايا اقتصادية الا ان الازمة في سوريا والتصعيد الامريكي والارهابي الاخيرين ضد سوريا وايران مواضيع ستفرض نفسها على القمة فموسكو تراكم نجاحاتها في مكافحة الارهاب في سوريا وتنصق الجهود بين جميع الاطراف لحل الازمة في سوريا كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه بالمبعوث الدولي ستيفان ديمستورا مشيرا الى ان المحادثات في استنى وفي جينيف تكمل بعضها البعض تكامل اعتبره ديمستورا شرطا لتحقيق اي تقدم نحن نعرف دور روسيا في تزوية الازمة في سوريا وهذه المحادثات مهمة بالنسبة لكل المشاركين ونرغب بان نناقش الدورة الحالية لمحادثات جينيف ونولي الاهتمام لدور محادثات استنى التي تعتبر مكملة لمحادثات جينيف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو على غير العادة التقى مع ديمستورا في اشارة روسية واضحة للعلاقة بين اجتماعات استنى ومحادثات جينيف وفي مؤتمر صحفي عرضت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الموقف الروسي العام وأكدت استمرار الجهود الروسية لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية إن روسيا تطبق تماما ما تم الاتفاق عليه في أستنى وروسيا تقوم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بيان أستنى بالتعاون مع الدول الضامنة وهي تعمل لخلق الأجواء الملائمة للحوار السياسي زخاروفا دانت العدوان الأمريكية في التنف والفبركات وحملات الأكاذيب التي تشنها وسائل الإعلام الغربية ضد روسيا والحكومة السورية بدلا من محاربة الإرهاب محافظ ريفي دمشق يطلع على واقع الخدمات والبنى التحتية في قريتي إفرى وهريرة المحرارتين في منطقة وادي بردة وذلك بالتزامن مع عودة الأهالي إلى منازلهم الحمد لله إننا لله وإننا يراجعون شو بدنا تساوي؟ شو أول شي عملت في وقت كنسنا البيت كنسنا وقلنا الوصق لبرة ورحنا نمنع عند جماعة شو بدنا تساوي؟ إن شاء الله هلأ بنرجع كل يتنا إلى بيوتنا لدينا الأمن والأمان علينا امتزجت دموع الحصرة عند أم محمد بدموع الفرح في عودتها إلى منزلها حالها كحال كل العائدين إلى بقايا بيوتهم في قريتي إفرى وهريرة المحرارتين في منطقة وادي بردة الله يخلي لنا يكون ويحميش الشبابنا لعسكر كل أهلنا وإنتوا أهلنا وكل يتنا سوريا دولة متينة بعزها وفشر كل من بده يهزها والبطال الحمد لله انتصر وانتصرت بدولة عربية سورية بإذن الله وهذا اللي نتمنى نحن صارنا ثلاثة يام راجعين والأمور بخير الحمد لله وإن شاء الله الأحسان وهمة الجيش العربي السوري وهمة هاللمة الحلوة وهالعالم الحمد لله ترجع للبلد مثل ما كانت أحسان إن شاء الله والله يبارك بكل من عمسان بعمار هالبلد عودة زامنتها جولة تفقودية لمحافظ ريف دمشق علاء مونير إبراهيم وأميني فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور همام حيدر للاطلاع على الواقع الحدمي للبلدتين بعد تحريرهما بفضل الجيش العربي السوري مؤكدين سعي الدولة بكل مؤسستها لتأهيل وإعادة بناء ما دمر وما خرب من قبل الإرهابيين عنا نطلع شو بيحتاجوا أهلنا بهريرة منشان نقدم لهم رح تجيهم مساعدات غزائية رح تجيهم المي رح نبعثها اليوم نبعث صهاريج دائمة لبين ما نأمن لهم المياه من آبار هون نحفر آبار ونأمن لهم المياه لتوصل لكل أهالي هريرة طبعا في وضع الخبز الفرن هلأ جرنا كان الفرن وضعه سيء كمان لبين ما جهزنا وأهلنا الفرن رح نأمن كمان خبز لأهالي هريرة هلأ رح يجيهم أول شي رح نكون فيه تقدمة من المحافظة ريف دمشق نساهم فيها مع أهلنا هون لبين ما يرجعوا هوني أعمالهم وأشغالهم ويقوموا ويرجعوا وإيدنا بإيدهم إن شاء الله بدنا نعمر هريرة وترجع أحسن مكاني بفضل الجهود التي وصلت هذه المنطقة إلى الأمن والاستقرار التي هي عليه الآن وكما وصل الجيش العربي السوري ستصل كل مؤسسات الدولة وستقدم كل الخدمات لهذه المنطقة على الرغم من الارتفاع الكبير لها وعلى الرغم من بعدها الكثير لكن سيصل كل الخدمات والبنى التحتية إليها من كهرباء ومياه ومواد معيشية وغزائية وغيرها من احتياجات المواطن اليومية رغم مرارة المشاهد وقسوة الحاضر التي تشيب الكثير من العمل المطلوب إلا أن لإرادة الحياة ولقرار البقاء الكلمة الفصل هنا وزير التربية هزوان الوز ومحافظ ريفي دمشق يتفقدان سير امتحانات الثانوية العامة في قرية الروضة بمنطقة وادي بردة هذه الامتحانات تسير بشكل جيد وأن الإجراءات التي اتخذت قبل بداية الامتحان كانت في المستوى الذي أريد منها أن تكون وهذا يدل على أن هذا الوطن دائما هو وطن متسامي ووطن يسعى دائما وفق توجيهات لأن تكون منارة العلم هي المنارة التي تتجه إليها البوصل في بناء سوريا زيارة مع رفاقنا دائما للأطمئنان على سير العملية الامتحانية وخاصة ما يتعلق سوية الأسئلة مدى شموليتها للمنهاج كاملا ورفاقنا طلعوا على هذا الأمر أستطيع أن أقول بناء ورقة الأسئلة هو علم بحد ذاته وهذا الأمر تم مراعاته من قبل لجان وضع بنك الأسئلة في وزارة التربية بشكل عام يعني اليوم استمعتم إلى طبعا الطلاب والطالبات في المراكز الامتحانية هناك ارتياح لسوية الأسئلة كان هذا المركز كانوا طلاب هذه المنطقة ينزلون إلى دماشق إلى مراكز بعيدة عن المنطقة اليوم بعد أن تحررت المنطقة بالكامل وأصبحت المنطقة آمنة بشكل كامل تم افتتاح هذا المركز والطلاب خدموا في مدينة الروضة هنا والأمور تسير كما شفتم يعني بشكل منتاز ساعتنا الإخبارية مستمرة وفيها بعد قليل كيان الاحتلال يصادق على مخطط لبناء عشرات ألاف الوحدات الاستطانية في الضفة الغربية المزيد من الأخبار بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماذا؟ هذا هو عمران اشتركوا في القناة كريان الاحتلال الاسرائيلي صادق على مخطط لبناء عشرات الاف الوحدات الاستطانية في الضفة الغربية وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة المغربية تجدد المظاهرات في مدينة الحسيمة ضد سياسات النظام الاقتصادية والصراع بين نظامي الدوحة والرياض يتجاوز الحرب الاعلامية ويصل حد التهديد بتدخل عسكري من جديد اهلا بكم في لبنان عقدت الاحزاب والقوى الوطنية التقدمية في العاصمة بيروت مؤتمرا صحافية نكدت فيه موقفها من التطورات الخطيرة التي يشهدها لبنان كما اعلنت موقفها من مشروع قانون الانتخابات النيابية مراسلة الاخبارية نور الحاج والتفاصيل يشهد لبنان تطورات تنظر بتدعيات تهدد امنه وسلامه واستقراره الاحزاب والقوى الوطنية التقدمية عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمرا صحافيا اعلنت فيه موقفها من التطورات الخطيرة التي يشهدها لبنان كما اعلنت موقفها من مشروع قانون الانتخابات النيابية وبالتالي نحن هذه القوى الوطنية التي تدعت الى هذا الاجتماع تسعى الى بلورة موقف حازم وحاسم خارج اطار القوى التي تشارك في السلطة سواء كانت طائفية او مذهبية من اجل ان يكون هناك مجال لكل اهلنا في لبنان ان يمارسوا ديمقراطيتهم من خلال معارضة هذا المشروع الذي يطرح المجتمعون اكدوا على ضرورة اسقاط مشاريع القوانين الرجعية التي تقوم على اساس الفصل الطائفي والمذهبي وبالورة مبادئ قانون انتخابي يفتح باب التغيير الديمقراطي في البلاد كان هذا المؤتمر هو بداية تحرك سيتوج بمؤتمر تشاوري يوم الاحد من اجل جمع من اجل توحيد كوى التغيير والديمقراطية الكوى الحية في المجتمع اللبناني من نقابات وجمعيات واحزاب وكوى على انواعها لاتخاذ موقف من قانون انتخابي مصخ يشوه الحياة السياسية اللبنانية بناء الوطن يتطلب جهود كل الحريصين عليه من قوى سياسية ومدنية ونقابية وشخصيات وطنية وكل مكونات حالة الاعتراض الديمقراطي في البلاد الازمة السياسية الخطيرة التي يعيشها لبنان والتي تتخذ شكل سجالات حاسمة حول موضوع الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب ليست منفصلة عن الصراعات الدولية والاقليمية المعقدة التي يعيشها لبنان فهل من حل نور الحاج الاخبارية السورية بيروت اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خمسة فلسطينيين من مناطق عدة بالضفة الغربية ونقلت وكالة وفا عن مصادر فلسطينية قولها ان قوات الاحتلال اعادت اعتقال اسير محرر من قرية عينبوس قرب نابلس وشاب من قرية الجلمة شمال الجينين وثلاثة فتية مقدسيين بثريعة القاء الحجارة على سيارة اسرائيلية في منطقة الطور بالقدس المحتلة هذا وكثفت قوات الاحتلال نصب الحواجز العسكرية في محيط قرى وبلدات محافظة جينين وعملت على توقيف المركبات والتدقيق في هويات الركاب ما اعاق حركة المواطنين الفلسطينيين صحيفة يديعوت احرانوت الاسرائيلية تكشف عن تقديم مجلس المستوطنات في الضفة الغربية مخططا لبناء عشرات الاف الوحدات الاستيطانية على اراضي الضفة الغربية المحتلة التفاصيل مع خليل ابراهيم في مواشر على تواصل البناء الاستيطاني بالرغم من الاعتراضات الفلسطينية والدولية كشفت صحيفة يديعوت الصهيونية ان مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة قدم مخططا لمواجهة ما اسماها ازمة الاسكان في مستوطنتي جوجدان وتلبيب من خلال بناء عشرات الاف الوحدات الاستيطانية على اراضي الضفة الغربية المحتلة ووفقا للصحيفة فان المخطط الذي عرض في الكنيسة الصهيوني يقضي ببناء سبعة وستين الف وحدة استيطانية على اراضي الضفة المحتلة ضمن مقترح قدم لوزير الاستيطان الصهيوني يؤاف جالنت لاستعاب نحو ثلاثمائة واربعين الف مستوطن يأتي ذلك بعد يوم من مصادقة حكومة الاحتلال على بناء اكثر من الف وحدة استيطانية بمناطق مختلفة بالضفة المحتلة وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين ناتنياهو قال ان كيانه يبني في الضفة ويخطط للبناء في كل انحائها في اشارة منه الى البناء الاستيطاني الذي تسارعت وطيرته بعد تسلم الرئيس الامريكي دونالد ترامب مقاريد الحكم مصادقة سلطات الاحتلال على الوحدات الاستيطانية بمناطق في الضفة المحتلة تصعيد خطير في عملية الاستيلاء على اراضي فلسطينية جديدة سيكون بمنزلة الكارثة اولا على صعيد اراضي المواطنين ومن ثم على صعيد فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها والقضاء على فكرة اقامة دولة فلسطينية في هذه المنطقة في العراق القوات العراقية تصد هجوما لارهابي تنظيم داعش قرب الحدود العراقية السورية وتقضي بمساندة سلاح الجو على العشرات منهم فيما يكشف مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة عن مقتل مئات النازحين من الموصل على ايدي التنظيم التكفيري القوات العراقية المشتركة تواصل تصديها لتنظيم داعش التكفيري وتتبده خسائر كبيرة على الحدود العراقية السورية وذلك في عمليات نوعية قامت بها قوات اللواء الاول في الحجد الشعبي من خلال تصديها هجوما فاشلا نفذته مجموعة من انغماسي داعش قادمة من الاراضي السورية ما ادى الى مقتل المجموعة بالكامل وحرق سيارات لهم بما فيها من معدات واسلحة الطيران العراقي بدوره شرع بعملية قصف هي الاعنف على معاقل عصابات تنظيم داعش على طول الشريط الحدودي العراقي السوري غربي الانبار ما ادى الى مقتل العشرات منهم بينهم متزعمون وشمل القصف مناطق مختلفة من قضاء القائم غربي المحافظة وصولا الى منطقة التنف السوري لقطع طرق امدادات الارهابيين من هذه المناطق باتجاه المناطق الغربية للمحافظة في غدون ذلك اعلنت مصادر عسكرية مطلعة عن وضع اهلية لتكثيف الجهد الاستخباراتي والاتفاق حول اهلية امنية جديدة تتمثل بمسك الارض من قبل قوات الشرطة المحلية الى جانب الجيش العراقي لمواجهة تنظيم داعش التكفيري بهدف تحرير الجانب الايمن للموصل بالكامل تطورات تأتي فيما كشف مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في تقاريره عن ارتفاع هائل في اعداد المدنيين العراقيين الذين يقتلهم ارهابي تنظيم داعش اثناء فرارهم من الموصل مؤكدا ان هناك تقارير موثوقا بها تشير الى مقتل اكثر من مئتي مدني منذ السادس والعشرين من ايار الماضي في المغرب مئات الاشخاص يعودون الى التظاهر من جديد في مدينة الاحسيمة شمالي البلاد مع انتشار كثيف لرجال الشرطة في المدينة تحولت مدينة الحسيمة المغربية الى رمز للتظاهرات ضد النظام المغربي فالحراك الشعبي فيها مستمر منذ سبعة اشهر والمطالب بتنمية الريف الذي يعاني من الاهمال والتهميش حراك تطور خلال الايام الاخيرة الماضية على وقع اعتقال السلطات المغربية لقادة المتظاهرين وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي ذنبهم الوحيد انهم حاولوا ايصال اصوات سكان الحسيمة الى رئيس نظام الرباط الذي يسكن في قصره صاما اذنيه عن مطالب شعبه مئات الاشخاص عادوا الى التظاهر من جديد في الحسيمة مع انتشار كثيف لرجال الشرطة في المدينة حيث افادت وكالة فرانس بريس بان المحتاجين نزلوا من جديد الى شوارع حي سيدي عابد على شكل مجموعات صغيرة في المساء لكن شرطة النظام المغربي لا توفر فرصة لقمع المتظاهرين حيث انتشرت قوات الشرطة عند مداخل الحي المذكور لمنع وصول المتظاهرين الى هناك محاولة تفريق المحتجين بالقوة والذين بدورهم رددوا هتافات طالبت بالعدالة الاجتماعية والحرية للمعتقلين وخاصة الزفزافي زعيم الحركة الاحتجاجية المتظاهرون يؤكدون ان هدفهم رئيس الان هو قيام سلطات الرباط بالافراج عن المعتقلين السياسيين اضافة الى تنمية الريف المهمش منذ عقد اعلنت منظمة الصحة العالمية ان عدد حالة الاصابة بالكوليرا في اليمن تصاعد بشكل خطير لتتجاوز مئة الف حالة منذ بدء ظهور المرض في نيسان الماضي وانقلت رويترز عن طارق ياسر فيتش المتحدث باسم المنظمة قوله ان البلاغات بشأن انتشار المرض تجاوزت مئة الف حالة فيما سجلت حوالي ثمانمائة حالة وفات في تسعة عشر محافظة حتى الان ويعاني نظام الصحي في اليمن من نقص الادوية بسبب العدوان السعودي المستمر على البلاد منذ اكثر من عامين والذي تسبب بتدمير البنة التحتية في القطاع الصحي بشكل كبير جدا نبقى في اليمن حيث قتل العديد من مرتزقة العدوان السعودي واجريح اخرون في قصف مدفعيا وصاروخي نفذه الجيش واللجان الشعبية على تجمعاتهم في مناطق يمنية عدة ردا على جرائم العدوان السعودي الامريكي المروعة بحق المدنيين اليمنيين نفذ الجيش واللجان الشعبية اليمنية قصفا مدفعيا وصاروخيا على تجمعات المرتزقة في عدة مناطق مصدر عسكري يمني اكد ان اربعة من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم بمنطقتين الجحملية وجرة في تعز لافتا الى ان الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في يختل شمال المخى ما ادى الى تدمير آلية وسقوط عدد من القتل والمصابين في صفوفهم وبالتزام مع ذلك استهدف الجيش واللجان الشعبية معات لجنود النظام السعودي في نجران واوقعوا عددا من القتل والمصابين في صفوفهم من جانب اخر وصل طيران النظام السعودي ومرتزقته عدوانهم على الشعب اليمني وقصف الاسواق والطرق والمنشآت العامة فيما استشهد طفل جراء قذيفة اطلقها مرتزقة العدوان على منزل في حي صفوفتل بمدينة تعز النظام السعودي وحلفائه يشنون منذ نحو ثلاثة اعوام عدوانا على اليمن يستخدمون خلاله اسلحة محرمة دوليا ما خلف عشرات الاف الشهداء والجرحة وتدمير كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية في اليمن وسط تعامل مجتمع الدولي عن جرائم العدوان السعودي الامريكي اكد رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان دكتور عبد الحميد دشتي في مداخلة حول الفقر المتقع وحقوق الانسان في جينيف كد ان الشعوب في دول الخليج العربي تقاد الى الافقار من خلال نهب معظم منظم لثروات شعوبها تحت تسمية متعددة مشيرا الى ان السعودية ورغم تحديات الفقر دفعت للولايات المتحدة مئات المليارات بقرارات فردية وكأنها املاك خاصة نعم انه خطر فعلي يصبح نظام حقوق الانسان حاجزا عوضا عن ابتداء وابتكار سبل الخلاقة ونظيف ان الرأي السائد اليوم على الصعيدين العالمي والوطني وفي دول الخليج العربية خاصة من ان الشعوب هناك تقادل الافقار من خلال نهب منظم لثروات شعوبها وتحت مسميات متعددة تشترك فيها دول كبرى ذات مصالح مباشرة مع انظمة الحكم ومؤسساتها وبعض رجالات سياسة والاعمال فيها والعالم كله شاهد قبل ايام كيف حصدت الولايات المتحدة الامريكية بالتعاون مع بريطانيا الحامية لانظمة الدول الخليج وفق الاتفاقيات عديدة والتي لا يمكنها الانفراد باخذ القرارات المصيري الا بموافقتها ففي السعودية وفي ظل انعدام الشفافية ومع وجود الاشكاليات والتحديات بشأن الفقر فيها تدفع 480 مليار دولار بقرارات فردية وكأنها املاك خاصة في ظل شحن الاجواء العامة التي تقود قد تقود الى حرب رابعة في الخليج من اجل نهب المزيد من الثروات من شعوب هذه الدول مما يؤدي الى الافقار فهل هناك الية لفضح المتآمرين والتصدي لهم وفق الاليات الاممية اليوم لم اسمع اي اعتراض من دولة قطر دفاعا عن السعودية كما سبق لممثلها في هذا المجلس ام فعل لان اليوم قطر تدفع اثمانا باهضة وشعبها الشقيق يحاصر برا وبحرا وجوا من السعودية ليسقط بذلك شعار ان الشعوب الخليجية ترتبط بوحدة الهدف والمصير تتسارع الاحداث في الخليج ويأخذ الصراع بين نظامي الدوحة والرياض اشكالا مختلفة فبعد ان اقتصر الامر في البداية على الحرب الاعلامية يتعداه اليوم الى التلويح بالتدخل العسكري خلافات مشيخة قطر مع النظام السعودي افرزت استفافات والتحالفات اتجه بعضها نحو البعد العسكري النظام الوهابي في السعودية لوح بالضغط العسكري على النظام الاخواني في قطر فما كان من النظام الاخواني في تركيا الا وسارع لاتخاذ خطوة تمثل رسالة عسكرية بان انقرة مستعدة للدفاع عن المشيخة في الدوحة البرلمان التركي اقر مشروع قانون يسمح للحكومة بنشر وحدات من القوات المسلحة في اراضي قطر وذلك بالتزامن مع تحذيرات قطرية من انها سوف تتصدى لاقتراب اي سفن من سواحلها منذ بداية الصراع بين الدوحة والرياض ظهرت بشكل واضح ارتباطات النظامين بالمجموعات الارهابية في سوريا حيث وجه كل من النظامين اتهامات بدعم الارهاب وذلك في تأكيد جديد على تورطهما معا بدعم التكفريين وهي حقيقة طالما نبهت لها الحكومة السورية على مدار سنوات الازمة واليوم تفرز الخلافات الخليجية استفافا اخوانيا في مواجهة التيار الوهابي فيما توزعت ادوار داعمي الارهاب بين الطرفين المتنازعين في محاولة للابقاء على اوراق التخريب في يد تلك الجهات هكذا يأخذ صراع داعمي الارهاب ابعادا تقترب من حدود الصدام والمواجهة المباشرة خاصة وان نظامي الرياض والدوحة يتنافسان على الامساك بخيوط دعم التكفريين في المنطقة وتتابعون في هذه الساعة الاخبارية ايضا البريطانيون يقترعون في الانتخابات التشريعية وسط اجراءات امنية مشددة للمزيد تفضلوا بالبقاء معنا اشتركوا في القناة 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 واستخباراته يؤيدان التجسس على الامريكيين من اصول اجنبية من جديد اهلا بكم وقد وصلنا الى الجزء الاخير من هذه الساعة الاخبارية وصف وزير الخارجي الاراني محمد جواد ظريف رد فعل الرئيس الامريكي دونالد ترامب على الاعتداءين الارهابيين الذين تعرضت لهما طهران امس وصفه بالبغيض ظريف اكد في تغريدة له على تويتر ان بيان البيت الابيض البغيض وعقوبات مجلس الشيوخ الامريكي تأتي في وقت يواجه الارانيون الارهاب المدعوم من الامريكيين مضيفا ان الشعب الاراني لا يقبل ادعاء امريكا بانها صديقة للشعب الاراني رئيس لجنة شؤون الحفاظ على السلام في كوريا الديمقراطية يتوعد اليابان بانها ستتحول الى رماد قبل ان يفعل ذلك بالولايات المتحدة تحاول اليابان من جديد محاصرة بيونج يانج واستفزازها من خلال تأكيدها على تحالفها الراسخ مع واشنطن امر ليس بالجديد ولكن المستجد فيه التأكيد على عزل كوريا الديمقراطية تحركات دفعت برئيس لجنة شؤون الحفاظ على السلام في كوريا الديمقراطية الى رد بلهجة تهديدية لليابان بانها ستستحل رمادا قبل ان تواجه الولايات المتحدة المصير ذاته وكالة الانباء المركزية في يونج يانج انقلت عن المسؤول قوله انه اذا كانت اليابان قلق بالفعل بشأن امنها فيتوجب عليها الامتناع عن السياسة العدائية ضد كوريا الديمقراطية وان تبعد عن اراضيها القواعد الامريكية وعليها ان تذكر ان الخبيل يمكن ان يتحول الى رماد قبل ان يحل هذا المصير بالولايات المتحدة في حال حدوث ظروف غير متوقعة وان هي وصلت التصرف بهذا الشكل العزائي المسؤول الكوريو الديمقراطي ذكر اليابان بانها دولة من الجزر ويجب ان لا تنجر الى مغامرات في مواجهة دولة نووية لا تقهر ولا ترحم حسب تعبيره تصريحات وتصريحات مضادة اتت في وقت اطلقت بيونج يانج صواريخ يرجح انها ارض بحر مضادة للسفن وقصيرة المدى من منطقة وونسان في اقليم كانجوون نحو بحر الشرق بيونج يانج قامت في الاونة الاخيرة بتطوير صواريخ ارضية مضادة للسفن وطويلة المدى ودقتها عالية بهدف تدمير الصفن البحرية لاي قوان معادية قد تستهدف حدودها او مياه الاقليمية حتى لو كانت بمستوى حاملات الطائرات اعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف اليوم ان روسيا تنظر بعين الريبة والقلق الى توسع حلف شمال الاطلسي شرقا باتجاه حدودها مؤكدا ان موسكو تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية امنها وانقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله ان موسكو تتعامل تقليديا مع عملية توسيع الناتو باتجاه حدودها بعدم ثقة وقلق مشيرا الى ان هذه الخطوات تهدد امن روسيا وتوازن القوى في المنطقة الاوروبية الاسيوية مؤكدا ان بلاده ستتخذ جميع التدابير الضرورية لاعادة التوازن في المنطقة وحماية مصالحها وامنها قتل ستة ارهابيين من حركة طالبان واصيب ثمانية اخرون في اشتباكات مع القوات الافغانية باقليم قندوز شمال افغانستان وكالة الانباء الصينية شينخ وانقلات عن الجيش الافغاني قوله ان القوات الافغانية نفذت عمليات عسكرية في منطقة امام الصهيب اشتبكت مع ارهابيين من طالبان ما ادى الى مقتل ستة منهم واصابة ثمانية اخرين توجه البريطانيون للادلاء باصواتهم في الانتخابات البريطانية المبكرة وسط منافسة محتدمة بين الاحزاب السياسية للفوز بمقاعد البرلمان ولادارة البلاد التي تواجه خطرا ارهابيا ضربها في اكثر من مكان جيانا مرشد والتفاصيل مكانة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في يوم الانتخابات لم تعد كما كانت تخطط لها فاستطلاعات الرأي تشير الى تراجع نسبة تقدمها في الانتخابات البريطانيون بدأوا الادلاء باصواتهم في الانتخابات التي دعت اليها ماي لتعزيز موقفها في المحادثات المرتقبة للاتفاق على تفاصيل الانفصال عن الاتحاد الاوروبي وسط اجراءات امنية مشددة في مختلف انحاء البلاد بعد هجومين شنهما ارهابيون واسفراء عن مصرع ثلاثين شخصا في منشستر ولندن شكرا جزيلا لمجيئكم هنا اليوم انه يوم لديمقراطيتنا لقد صوتت لتوي وانني فخور جدا بحملتنا الانتخابية وفي الشمال يأمل الاسكتلنديون في الحزب الوطني الاسكتلندي في الابقاء على هيمنتهم في برلماني ويستمينسر لمواصلة الدعوة الى استفتاء حول الاستقلال لقد ركزنا اليوم على الخروج والتصويت تصويت الحزب الوطني الاسكتلندي هو الطريقة الوحيدة لضمان اصوات قوية لاسكتلندا اما الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة تيم فارن فيأمل في تحسين تمثيله في هذه الانتخابات ستمائة وخمسون مقعدا ينتظرون برلمانيين جدد في مجلس العموم البريطاني فمن سيقلد بالفوز في هذه الانتخابات سؤال تجيب عليه صناديق الاقتراع الاربعين الفا عندما يتم فتحها وتعلن ندائجها البيت الابيض يؤكد دعمه مشروع قانون يطلق ايدي الاستخبارات الامريكية في التجسس على الاتصالات الالكترونية بين الاجانب طرار جاء بعد دعوة مدير الاستخبارات الوطنية الامريكية دان كوتس الى سريان مفعول هذا القانون وذلك بدعوة تصدي لما وصفها بالتحديات التي تواجه امن الولايات المتحدة القومي كل من يدخل الولايات المتحدة هو مراقب هذه هي وظيفة مشروع قانون اثار الجدل اثر اعلان البيت الابيض دعمه قانون يطلق ايدي الاستخبارات الامريكية في التجسس على الاتصالات الالكترونية بين الاجانب داخل الولايات المتحدة رغم تحذيرات كثيرة من مخاطر المراقبة الجماعية كالتي كشف عنها المستشار السابق في وكالة الامن القومي الامريكية ادوارد سنودن والذي كشف فضائح تجسس الاستخبارات الامريكية المشروع يقضي كما اتى بالفقرة 702 من قانون الرقابة على الاستخبارات الامريكية بجمع معلومات عن الاتصالات بين الامريكيين المتحدرين من اصول اجنبية والتي تجري عبر شبكات خدمات الاتصال والانترنت الامريكية مدير الاستخبارات الوطنية الامريكية دان كوتس طالب بسرايان مفعول الفقرة المذكورة على اساس دائم بدعوة تصدي لما وصفه بالتحديات التي تواجه امن الولايات المتحدة القومي وحلفائها مستشار رئاس الامريكية لشؤون الامن الداخلي الامريكي نوم بوسيرت اعتبر الفقرة 702 من الاليات الاكثر فعالية لكشف ومنع التهديدات مطالبا الكونغرس بتأدية دوره لجعل امريكا امنة حسب ما يرى جدل حاد بين المشرعين الامريكيين بعد ان سلم اليهم مشروع القانون الذي يقضي ببدء سرايان مفعول الفقرة 702 على اساس دائم 14 نائبا عن الحزب الجمهوري دعموا المشروع الجديد بينما اصر معارضوه على الرفض لان الفقرة المذكورة تطلق يد الاستخبارات الامريكية وتتيح لها جمع معلومات شخصية عن نشاط الملايين بغير تفويض من المحاكم بهذا نصل الى ختام هذه الساعة الاخبارية تذكير بابرز ما جاء فيها من عنوين اتصال الانهاتفي مع الرئيس الروحاني الرئيس الاسد يعزي ايران حكومة وشعبا بشهداء العمليات الارهابية وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تسيطر على كامل المنطقة المنتدة من المحطة الحرارية الى تل دكوة في ريف دمشق الشرقي وتأجيل اجتماع استنى المقبل بشأن سوريا الى العشرين من الشهر الجاري بشكل مبدئي كيان الاحتلال الاسرائيلي صادق على مخطط لبناء عشرات الاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وتابعنا ايضا في هذه الساعة الاخبارية البريطانيون يتوجهون الى مراكز الاختراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية وسط اجراءات امنية مشددة في الاختام نشكر لكم هذه المتابعة ساعتنا الاخبارية قدمناها لكم من قناة الاخبارية السورية في دمشق دمتم بامان الله اشتركوا في القناة